عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى مملكة البحرين تلبية للدعوة من رئيسة مجلس النواب البحريني شهدت الزيارة نشاطا مكثفا لرئيس مجلس النواب حيث عقد سلسلة من المباحثات الموسعة مع عدد من المسؤولين رفيع المستوى في مقدمتهم الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين وولي العهد ورئيسي مجلس النواب وشورى تناولت المباحثات سبلة عزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة على الصعيد البرلماني كما شهدت تبادل الرؤى إزاء القضايا والمتغيرات الأقليمية والدولية